أحسن الله إليكم يقول السائل فهد فضيلة الشيخ مجموعة من المدرسين يداومون من المدينة إلى مدرستهم والمسافة قرابة المئتي كيلو متر فهل لهم أن يقصروا الصلاة وهل لهم أن يجمعوا صلاة الظهر مع العصر مع العلم بأنهم يصلون إلى منازلهم في حوالي الساعة الواحدة وخمس دقائق أرجو الإجابة في هذا دعم إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر بين بلدتهم ومحل عملهم فإنهم في الطريق أو في بلد العمل لهم القصر والجمع لأنهم مسافرون